من القاهرة والناس الآن موجز الأنبال هنا القاهرة سيداتي أنساتي سادتي خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى وإليكم العناوين هل حددت لائحة الموارد البشرية بقطاع الأعمال آليات الجودة والسلامة المهنية وزير البترول يبحث مع ميت تيرا الكندية تعزيز التعاون في البحث والاستكشاف تفاصيل الأخبار بعد الفصل إليكم تفاصيل الأخبار راعد لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام تحقيق الجودة بجانب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في الشركات وذلك من خلال الباب 12 وتحديدا المادتين 96 و97 حيث في الباب الثاني عشر تلتزم جميع الشركات بقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تبقا لتبيعة نشاطها ووفقا لأحكام قانون العمل وغيره من القوانين زين تنصلة جهزا يلا جهزا لبست ماسك وعملت علامة إش مالا معرفش يبوسني عشان قواعد السلامة رشيته دي طول لحد ما اكتمل إش مالا بحافظ يا أختي على بيئة العامل عقنت وأعصاب وبقت سيحة إش مالا قسمت على بيتك مثل المهندس الطارق الملة وزير البترول الصروة المعدنية مع وفد من شركة سنة تيرا الكندية للطاقة تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالإضافة على الاستعراض موقف أعمال الشركة بمناطق امتيازها في كوميمبو وسينا بمصر وأشار إلى أن قطاع البترول يكسف حالياً عمليات البحث والاستكشاف لتحبيط المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج لتأمين متطلبات الاستهلاك وسد الفجوة في الاحتياجات المحلية من الزيت الخام والمنتجات البترولية جهزا يلا جهزا يا بتوع كندا بلاش تهاون إيش معنى؟ تعالوا عندي نعزز التعاون ماشي في الشارع وكل رغبات إيش معنى؟ أصلي بعمل مزيد من الاكتشافات إيش معنى؟ رفضتوا ياختي مع أنه ملاك إيش معنى؟ مش عارف يا أم من متطلبات الاستهلاك إيش معنى؟ كان كريم وجاب لي أرث بالعجوة إيش معنى؟ بس رفضتوا عشان مش بيسد الفجوة إيش معنى؟ في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها هل حددت لأحد الموارد البشرية لقطاع الأعمال آليات الجودة والسلامة المهنية وزير البترول يبحث مع متيرا الكندية تعزيز التعاون في البحث والاستكشاف يحفظكم الله في رعايته وإلى اللقاء